تحت رعاية سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت وزارة التربية والتعليم الحفل الختامي لبطولة خالد بن حمد شطرنج لمدارس البحرين في نسختها الثانية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للألعاب الذهنية ونادي البحرين لشطرنج ونظم الحفل الختامي في صالة مدينة خليفة رياضية بمشاركة أكثر من أربعمائة طالب وطالبة في المراحل النهائية من المدارس الحكومية والخاصة ومشاركة نحو خمسة ألاف طالب وطالبة في مرحلة التصفية شهد سموش خالد بن حمد الخليفة ختام البطولة معربا عن سعادة الكبيرة بالمشاركة الطلابية الواسعة في بطولة سموه للشطرنج والتي شهدت منافسة رياضية شريفة في واحدة من أهم الألعاب الذهنية التي تكتسب شعبية واسعة في العالم لما لها من فائدة على تحفيز مهارات التفكير وابتكار الحلول علاوة على ما تشكله تلك الأنشطة الرياضية المدرسية من فرصة مثالية لتحقيق التقارب والتعاون والالتزام والكثير من القيم الرياضية الأخرى أضاف سموه أن إقامة هذه البطولة المدرسية للشطرنج يأتي ضمن خطط تطوير الأنشطة والفعالية والألعاب الرياضية المدرسية تنفيذا لتوجهات سموشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد سموشيخ خالد بن حمد الخليفة على أهمية الألعاب التي تعزز القدرات الذهنية للطلبة وتخلق لهم أجواء من المتعة والتسلية في آن واحد خصوصا أن لعبة الشطرنج تعتبر من الألعاب التي تعتمد على الذكاء وتنمي مهارات حل المشكلات وتسهم في فتح مدارك وقدرات الطلبة العقلية مشيدا سموه بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم في تنظيم هذه البطولة بالشراكة مع الاتحاد البحرين لإلعاب الذهنية ونادي البحرين للشطرنج متمنيا سموه استمرار البطولة وتطويرها في ظل الإقبال الواسع على المشاركة فيها هذا وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمع وزير التربية والتعليم كلمة عبر فيها عن بالغ الشكر والإمتنان لسموشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه برعاية هذه البطولة وحضور حفلها الختامي وهو ما كان له أطيب الأثر في إبرازها وتجيع شباب البحرين خاصة طلبت المدارس على مزيد من الإقبال على ممارسة هذه الرياضة الذهنية معربا عن الاعتزاز العميق بالدور الرائد الذي يقوم به سموه في دعم المسيرة الرياضية والشبابية في مملكة البحرين كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يقودها سموشيخ ناصر بن حمد الخليفة من خلال ما يرسمه من رؤى واستراتيجيات طموحة وما يقدمه من دعم للرياضيين للتألق وتحقيق الإنجازات وتشريف المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والقرية والدولية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نظمة وزارة التربية والتعليم اليوم تحت رعاية سموشيخ خالب بن حمد آل خليفة طبعا البطولة المدرسية للشطرنج يشارك فيها جميع المدارس الحكومية والخاصة وطبعا هذا تنفيذا لتوجهات سموه في هذا الجانب رياضة الشطرنج هي رياضة ذهنية مهمة جدا في الكثير من دول العالم دخلت ضمن المنهج المدرسي لأنها تساعد الطالب على التفكير والتعامل الاستراتيجي حل المشكلات والتنبؤ بالأخطار طبعا هذه النسخة الثانية من البطولة إن شاء الله سيتم ترتيبها أيضا للفصل الدراسي الثاني وبإشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة حتى يتم تأهيل أكبر عدد ممكن من الطلبة البحريني للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية في هذه اللعبة وإن شاء الله سوف تستمر وزارة التربية والتعليم من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية الأخرى وأيضا نارد الشطرانج والاتحاد البحريني للرياضات الذهنية في تنظيم هذه البطولة دعما للطلبة وفي نفس الوقت استمرارا في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في الأنشطة الطلابية أنا اليوم في استمرار المركز الأول وشعوري وايد حلو واستفدت وايد لأن ألعبت ضد طلاب من مدارس كثيرة وكان شعوري وايد حلو وأتمنى أن يكون بطولة وايد في البحرين وأنا أفتخرين طلعت مركز الثالث بفضل الله ثم بفضل الوالدين ودعائهم وإن شاء الله المرة الجاية أطلع المركز الأول والعيم من البحرين ونشكر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على هذه البطولة الرائعة اليوم حاضر في بطولة الشطرانج واليوم والله صراحة تعرفت على اللعبة أزياد ولعبت ويربعي هنا وصراحة يعني اكتشفت أن لعبة الشطرانج أبدا مولعبة عادية ولعبة تخلي الواحد ينمي فكرة ويعني يفكر في أشياء حق قدام المستقبل واليوم وأنا يعني طبعا في مدرسة كرزكان الابتدائية البنين عندنا نادي هناك يعلمونا ويدربونا على اللعبة حق يعني إذا جينا حق فعاليات نفس بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد يعني نكون فاهمين وعارفين شنو نسوي في اللعبة وشدي البطولة كانت في قمة التنظيم في قمة الراوعة من جميع نواحي من ناحية الحكوم من ناحية التنظيم من ناحية حتى المكان النفس للأمان الحمد لله قدرت أن نحصل المركز الثاني فضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله أطمح لأني آخذ الكاس الفصل الياي وفي الختام أحب أن أشكر سمو الشيخ خالد وأشكر نادي البحرين الشطرانج على تنظيمهم لهذه البطولة الرائعة اشتركوا في القناة